محمد الشناوي حيرس مرمى الفريق الأول لكرة الخدم بنادي الأهلي اللي بيأكد أن مواجهة الزمالك في كأس السوبر الفريقي هتكون مواجهة صعبة للغاية وأشار أن اللعيبة في حالة تركيز هم عارفين أهمية المباراة دي دي كانت أبرز تصريحات الشناوي قال كمان أن مباراة الزمالك هتكون صعبة عشان هو عشان الأهلي حيلعب أصاد الزمالك هتكون مباراة صعبة عشان هي أمام منافس قوي للغاية طبعا هو بيقول أنه بعد الاحتفال بدرع دوري المصري تم غلق الصفحة تماما من أجل استعداد لكأس السوبر الفريقي وهي بطولة قارية الجميع يدرك أهمية طبعا هي ماتش ببطولة بيضيف حرس مرمى النادي الأهلي جميع لعيبة الأهلي بيدركون قيمة اللقاء بعدما فقدنا اللقب في النسخة السابقة لذلك نريد حصد البطولة يوم الجمعة الأهم أن يكون اللعيبة على قدر المسؤولية هم دائما عندما يأخذون مواجهة صعبة يقدمون مستوى مميز وبيأكد أن بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك تختلف تماما عن نهائي دوري أبطال الأفريقي 2020 الأجواء في نهائي القرن كانت صعبة للغاية وهي مباراة لن تتكرر كثيرا وأكمل قائلا أنه دائما ما بنتحدث مع اللعيبة الجدد عن الأجواء داخل النادي هم يعلمون جيدا أن النادي الأهلي نادي بطولات أي بطولة يشارك فيها بيقاتل من أجل التتويج بها كما أن جميع اللعيبة يعرفوا جيدا ثقافة أنا بحاول أقرأ يعني نص الحديث أو تصريحات محمد كابتا محمد الشرناوي قال أن جميع اللعيبة يعرفون جيدا ثقافة جماهرنا التي لا تقبل إلا بالصعود لمنصات التتويج كل الصفقات المنضمة حديثا سوف تشارك فيها الكثير من المباراة القادمة خصوصا أنا لدينا موسما طويلا مليئا بالألقاب اختتم قائد النادي الأهلي حديثة وقائلا لعيبة النادي الأهلي لديهم روح لديهم عزيمة لديهم إصرار من أجل فوز بيقاتل بطولات الجمهور دائما ما بيمنح اللعيبة دفعة أو دفعة كبيرة لهذا نحن نقاتل من أجل فوز بيقاتل بطولات خصوصا عندما نلعب خارج مصر في أي دولة عربية أقول للجماهير ننتظركم في أرياض من أجل دعم اللعيبة وبإذن الله قادرون على إسعادكم بيقاتل فوز بيقاتل بطولة ودي أهم حاجة يعني أن الكرة تلعب للجماهير لأجل متعة الجماهير إن شاء الله بإذن الله كل جماهير عند الأهلي نادي الزمالك تستمتع بمطش يرقى لمستوى قطبي الكرة المصرية ترجمة نانسي قنقر